بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون في هذا البرنامج سنبدأ معكم إن شاء الله بحلقات متتابعة نذكر فيها تاريخ أعظم بقعة على وجه الأرض ألا وهي مكة المكرمة البلد الأمين البلد العظيم الذي عظمه الله سبحانه وتعالى تبدأ قصة هذا البلد بذكر تاريخه منذ أن دبت فيه الحياة إلى أن نقف معكم في آخر محطة من محطات هذه الحلقات ومعنا اليوم بداية الحياة في مكة كيف بدأت الحياة؟ ومع من بدأت؟ وهل عانوا في بدايتها أم لا؟ سنستمع لذلك بإذن الله في هذه الحلقة إبراهيم عليه السلام أمره ربه بأن يأتي إلى مكة وهو يسكن في الشام مع زوجه هاجر وابنه إسماعيل فأمره الله جل وعلا أن يأتي إلى مكة لأمر يريده الله جل وعلا فعندما أتى إبراهيم وأخذ زوجه وولده ووصلا إلى مكة أتعرفون ماذا كانت مكة؟ مكة بلد لا زرع فيه لا إنس فيه لا حيوان فيه كانت بلدا قاحلة صحراء جدباء فأتى إبراهيم مع زوجه هاجر وابنه إسماعيل ومكثا في ذلك المكان تعجبت هاجر من هذا المكان وبقاء إبراهيم وإصراره بأن يبقوا في هذا المكان وليس معهم سوى جراب تمر وسقاء ماء وإذ بإبراهيم يقوم من بينهم ثم يذهب عنهم فتفاجأت هاجر بهذا التصرف من نبي الله جل وعلا وتعلم أنه نبي فقالت لمن تتركنا يا إبراهيم وبدأت تكرر سؤالها وهو يمشي ولا يلتفت إليها لمن تتركنا يا إبراهيم تخيلوا يا إخواني امرأة ضعيفة مع ابنها الرضيع في مكان قاحل لا توجد كهرباء لا توجد مياه لا توجد أي وسائل للمعيشة وإذ بإبراهيم يغادرها ويتركها حتى أن تفطنت رحمها الله فقالت الله أمرك بذلك فالتفت إليها فقال نعم فقالت تلك المرأة العاقلة المؤمنة التقية قالت والله لن يضيعنا الله فذهب إبراهيم وتركها تركها هي وابنها حتى على جبلا من الجبال ثم التفت إليهم فنظر إليهم نظرة الأب الحاني الذي يترك ابنه ونظرة الزوج الذي سيشتاق إلى زوجته ويرفع يديه إلى ربه قائلا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ثم ذهب وتركهم بقيت هاجر مع ابنها تشرب من ذلك السقاء وتأكل من ذلك الجراب وتسقي ابنها وترضعه حتى أن نفذ الماء ماذا حصل؟ عطشت وعطش ابنها ثم ماذا بعد ذلك؟ بدأ يتلوى إسماعيل أتعرفون؟ أم جربتم؟ أم رأيتم طفلا يتلوى من الجوع والعطش؟ ما حال تلك الأم؟ لا تستطيع أن تملك لابنها أي شيء فما كان منها إلا أن ذهبت إلى جبل الصفا فعلته تنظر هل من أحد هناك؟ فتطلب منه الغوث بأن يعينها بأن يعينها ويعين ابنها ثم هبطت وهي تسعى رافعة درعها حتى أن وصلت إلى جبل المروى وتنظر هل من معين؟ وهل من مغيث؟ لا أحد حتى أن سمعت صوتا صوتا قريبا من ابنها وإذا به الملك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وكما يرويه البخاري كان يحفر في الأرض بعقبه أو بجناحه حتى أنفار ماء زمزم فأتت وملأت سقاءها وشربت وشرب ابنها وهذا من لطف الله جل وعلا بها هي وابنها فهي امرأة مؤمنة وما كان للمؤمن إلا أن يرضى بقضاء الله ولا فرج إلا بعد هذا الصبر ما الذي حصل بعد ذلك؟ ماذا حدث لهذه الحياة التي بدأت منذ هذه البداية؟ هل عمرت تلك الديار؟ هل حصل ما دعا به إبراهيم عليه السلام؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل أستودعكم الله على أمل أن ألقاكم في خير وصحة وعافية والصلاة والسلام على رسول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة